بعد عرض تقرير تعرض مسن للضرب من قبل خادمه قضت محكمة دبل فجيرا بحبس الخادم لمدة عام كامل وتغريمه خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة وكانت أخبار الإمارات قد عرضت تقريرا مصورا عن حادثة الضرب هذه قبل فترة وتم تسجير الواقع بعد زرع كاميرا سرية في غرفة المسن ليثبت الاعتداء بالدليل القاطع اشتركوا في القناة